دكتور رعفة عايزة أسأل حضرتك يعني إيه أسباب هذه الظاهرة يعني يعني بقنا بنسمحها كتير بصي هو فيه حكتين فيه العمارات الأديمة والعمارات الجديدة بالنسبة العمارات الأديمة هو غياب الصيانة ما فيش صيانة ما فيش جهة مسؤولة عن الصيانة وما فيش موارد لإدارة عملية الصيانة 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 طبعا لأن إحنا فيه تشريعات حصلت في فترة في تاريخ مصر قللت الإجارات فدلوقتي العقارات الأديمة اللي بتقع مرش الجديدة يعني اللي كنت تتكلم فيه فيه جديد وفيه أديمة فيه جديد آه موضوع المشكلة الجديد ده حاجة تانية برضو غياب الإدارة الحقيقة وغياب الإشراف على التنفيذ وغياب الإشراف الجهات الإدارية على الترخيص وكلام خلينا في الأديمة الأديمة الدولة ما ثابتوش المشكلة الأساسية ظهرت أو ابتارت مع تحديد اللقم من المستأجر وتخفض القيم الإجارية فدلوقتي العمارات اللي في شوبر اللي حاجة بتكلم على دي مثلا العمارات جيب عشرين تلاتين جنيه في الشهر مستحيل إن المال يكسر في ألفات عشان يرمم صعب عش كده الدولة ما سكتهتش الدولة عملت تشريع سنة 2008 في قانون البناء 119 سنة 2008 في باب مخصوص عن الحفاظ على السر والعقاري وجزء أساس من هذا الباب هو إنشاء اتحادات الشاغلين بهدف إدارة عملات السيانة متمولة بس دي مش موجودة يا فندم في العقارات اللي هي لا لا موجودة مفروض تبقى موجودة بس مش مفعالة هي دي المشكلة إنها مش مفعالة مش مفعالة ليه؟ هو ده الكلام لازم نتكلم فيه الدولة ما سكتهتش دولة عملت تشريع كافي إنه هو يوفر موارد للسيانة يوفر إمكانيات فنية للسيانة مش ممكن نطلب من مالك بيمتلك عقار إنه يجيب له جنيهات في الشهر 30-40 حتى 50 مية جنيه في الشهر ونقول له إصرف ألفات على السيانة فالقانون كان يقول إن تولى عملية السيانة وتمويلها هو التحاد الشاغلين الشاغلين المقيمين في العقار بالفعل هم اللي يقوموا بعملية السيانة وتمويلها وإدارتها وفيه خطوات كتير بالتام فده ما تفعلش واحنا السؤال بقى ليه ده ما تفعلش وليه لازم نفعله الإجراءات وتعادت دي كلها إجراءات تاخدها الجهة الإدارية في التعاون مع العقار اللي هو آي للسقوط إنها مش قادرة تخرج الناس ومش قادرة تخليهم يعملوا عملية السيانة والإدارة فالدولة ما سكتهتش بس فيه خلل يعني مش كافي إنك تعمل تشريع لتنظيم الأمور لازم يكون عندك القدرات الحقيقية على تطبيق وتنفيذ هذه التشريع أليات أليات تنفيذ أليات دي مش موجودة ولازم اللي نبحثه النهاردة ليه كلام ده ما تنفس وفيه جهات كتيرة مفهود تعمل هذه النوعية من الدرسات ليه تشريع 119 سنة 2008 الباب الرابع اللي هو فيه الفصل أول الحفاظ على سراء العقارية وإنشاء التحديات الشغلين اللي ما يتفعلش في معظم العقارات يعني حجم كبير جدا من العقارات ما تنفس في هذا كلام فدي مشكلة